يعني جزء من القراءات التي تحدثت عنها صحيحة مثلا المرجعية تعي وتعرف أن التظاهرات التي حصلت نتيجة الحكومات التوافقية الفاشلة والتي لم تتمكن حقيقة من أن تقدم شيء للدولة العراقية أو للشعب العراقي وتعتقد إذا ما ذهبت وأنا طبعا لا أذهب إلى هذا الرأي إذا ما ذهبت القوى السياسية الشيعية الكردية السنية لتشكل حكومة توافقية أنا باعتقادي هو نهاية الدور السياسي لكل هذه القوى الفائز الأكبر والخاص الأكبر باعتبار أن هذا التشكيل هو تشكيل سيعيق أو لن يفتح هذا الانسداد السياسي ولن يتمكن حقيقة من كسب طبقة كبيرة من الشارع العراقية دائما أستاذ جاسم دائما الحجج هو طبعا الحجة في كثير من القرارات تأتي لمنع الفتنة والفتنة هنا يراد منها الاقتتال الشيع الشيء أنا معك فهذا هو الحل أنا معك دكتور زيد الآن إذا تضع مصطرة وتشاهد جميع القنوات الإعلامية تشير إلى ضرورة أن لا يكون هناك صدام وهذا الصدام باعتقاده وجزء من ورقة الضغط التي تحاول أن تخلق حكومة توافقية تشبه الحكومات السابقة وحتى هذه الحكومة التوافقية التي أعتقد لن يذهب لها الأخوة في التيار الصدري ولا الإطار يجب أن لا يقبل أن يكون في حكومة توافقية إذا ما خسر اليوم 80% سيخسر غدا 90% 99% أو لا يكون له دورة بالتالي أنا باعتقالي حتى هذه الفوبيا التي أتحدثون عنها لا أعتقد ستحصل إذا مضى أطراف بتشكيل حكومة قوية قد تكون هي العملية الجراحية التي قد تكون فيها أثمان أنا لا أستبعد أن لا تكون هناك أثمان ولكن أفضل من أن تكون عملية توافقية تغطي الفجوة الكبيرة حقيقة وتدعو الشارع إلى أن يخرج مرة أخرى في تظاهرات أكبر مساحة وأكثر مساحة من التظاهرات التي خرجتها يعني أنت تدعو إلى المجازفة سيد جاسم تدعو إلى المجازفة تدعو إلى التحدي ليست مجازفة هذه الحقيقة لا شوف الدولة الدولة لا يمكن أن تبنى إلا من خلال قرار لرجال الدولة قرار لرجال الدولة متى يختبر في الأوقات الصعبة نحن نتحدث الآن عن توقيتات صعبة جدا هو كيف نستطيع أن ننتقل من تماسك من أجل تقاسم السلطة إلى تفكيك من أجل توزيع السلطة وهذا فرق كبير جدا وهذا التوزيع يحتاج إلى قرار شجاع يحتاج إلى قرار قوي نذهب إلى حكومة واذهبوا أنتم للمعارضة ولكن أيضا يجب أن ننهي وبشكل كبير جدا الطعون والشكوك التي وقعت على نتائج الانتخابات هناك يجب أن تكون هناك رسائل